الإبداع هل فعلاً لا علاقة حقيقية بالمرض النفسي؟ وليش يصر البعض الأبحاث على ربطهم مع بعض؟ وهل كثرة التفكير والضغوط اللي يتعرض لها المبدع قد تعجد بإطلاف الخلايا وإصابته بالاكتئاب أو لا؟ أسئلة كثيرة كلنا يمكن تطري على بالنا لكن اليوم من الإجابة هذه الأسئلة كلا راح تكون عند الاستشارة النفسي الدكتور محمد سويدان صباح عليك بالخير دكتور صباح منور شكراً على استطلافة مرة ثانية بداية أسبوع إن شاء الله تكون مبدعة وبداية يكون هذا دافع كل المبدعين لأن المبدعين دكتور دائماً يتعب ويقول أنا حس فيني إبداع وفيني الطاقة لكن الأجواء العامة مع الضغوطات اليومية قاعد تسبب لكتئاب نفسي وتحد من إبداعي أقدر نربطهم مع بعض؟ نقدر نربط الناس دائماً يسألوني هذا السؤال وأنا أعتقد الإرتباط أكثر بين بعض أنواع الاضطرابات النفسية والإبداع لكن العكس مو دائماً صحيح يعني كثير من المبدعين ما عندهم أي اضطراب نفسي أو مرض نفسي لكن كثير من اللي عندهم اضطراب نفسي من نوع معين يكون عندهم إبداع فالفكرة نبي نأخذها بطريقة علمية طبعاً وعيد ناس يفكرون فيها فكرة رومانسية أن كل مبدع أو بين العظمة والجنون شعرة هذه مو دائماً صحيحة لكن الدراسات أثبتت أنه في علاقة بين بعض أنواع الاضطرابات النفسية والإبداع مو شط العكس لأن فعلاً حين كنت نشاهد الكثير من الدراسات في السنوات التي طافت أنه دائماً قاعد تربط خصوصاً المبدعين في مجالات كثيرة سواء كان في مجال الساينز أو مجال الفنون أنه يقول لك لأنه مبدع كان يتعرض لضغوطات حياته ما كانت سهلة حياته كانت صعبة وهو إنسان كان طلع من بيئة سيئة مو بيئة طبيعية شجعت على إبداعه وفي الكثير من أمثال هذه العلماء وغيرهم من المبدعين هالدراسة هذه فعلاً أنت ذكرت أنها مو شرط تكون إمية بالإمية دقيقة لكن هم فيها صحة لو عما طبعاً شوفي الفكرة هذه موجودة من زمان يعني أرسطوا تكلم عنها كثير من العلماء الطب النفسي القدامى تكلموا عنها لكن ما درست بشكل علمي إلا خنقول ببداية 1960 وإلى الأيام هذه العلاقة مثل ما قلت مو كل واحد عنده إبداع عنده الطراب نفسي لكن كثير من اللي عندهم إطراب مزاج يكونوا مبدعين ومبدعين بشكل كبير بالذات بالفنون بالرسم، بالموسيقى، بالشعر، بكتابة حتى الساين صح لكن الفنون الإبداع فيها أكثر إذا الواحد عنده إطراب في المزاج شنو إطراب في المزاج؟ في مجموعة أمراض بالطب النفسي نسميها إطرابات المزاج أشهرها الاكتئاب وطبعاً الاكتئاب ما نتكلم عن الحزن العادي نتكلم عن الاكتئاب الكلينيكي الاكتئاب الشديد اللي يأدي إلى احتياج مراجعة الطبيب وأحياناً أخذ دواء والإطراب الوجداني ثنائي القطب أو المشهور بالبايبولر بايبولر، نعم دكتور، الآن قبل أن نتعمق في هذا الموضوع يليك ما بس نعرف تعريف الإبداع شنو يكون هو تعريف الإبداع عشان نحن نقدر نميز؟ هذا المختلف عليه لكن التعريف اللي أنا أمشي عليه إنه هو الأتيان بشيء جديد ومفيد ومن يحدد أنه مفيد ولا؟ المجتمع لأن الفن مثلاً في أنواع فنون ممكن الواحد يقول لا يعني هذا مو فن وفي شيء الكل يتفق أنه هو فن وكيف نحن نقول أن هذا رسام عظيم وهذا شاعر مبدع ولا لا؟ المجتمع ككل يتفق أن هذا إنسان مبدع عن طريق قراءة اللي كتبها عن طريق انتشار فن عن طريق الجوائز على مستوى عالمي وفي دراسات أثبتت مثلاً بأوروبا أن اللي فازوا جوائز على مستوى أوروبا بالفنون إصابتهم بأمراض المزاج أعلى بأربعين أو من أربعين إلى ستين بالمئة أكثر من الإنسان اللي ما عنده أي نوع من الأنواع الإبداع اللي دون مستوى عالي دكتور أحمد أنت ذكرت الحين أنواع معينة ممكن تساهم أن يكون حس الإبداع عالي عند الشخص مثل الطرابات المزاج هل في أمراض معينة أكيد باختصاصكم أنت تعرفون أنه متى ما كان الشخص يعاني من هذه الأمراض النفسية ففعلاً ممكن تأدي إلى أبداع أي أكثر الطراب نسميه الطراب ثنائي القطب أو بايبولر الطراب ثنائي القطب أو بايبولر باختصار يكون في فترات من الاكتئاب وفترات من الهوس والهوس عكس الاكتئاب بالضبط الهوس الواحد يكون سعيد جداً منطلق جداً سريع الكلام سريع الحركة قليل النوم والإبداع يزيد في هذه الفترة مو كل إنسان عند الطراب بوجدان ثنائي القطب أو بايبولر مبدع لكن كثير منهم مبدعين نزين دكتورة الحين إحنا عشان نقيس نسبة الإبداع عند الأشخاص أكيد كلنا مبدعين لكن بطرق مختلفة وأشكال مختلفة لكن أنتوا أكيد عندكم مقياس أنه متى ما وصل الشخص لهذه الدرجة معناته هو فعلاً مبدع في مجال إحنا طبعاً عشان نسوي دراسات علمية نقول أن الناس اللي عندهم الطراب ثنائي القطب عندهم درجة إبداع أعلى من الناس العادين لازم يكون عندك مقياس علمي للإبداع مو بس مقياس مجتمعي فمن المقاييس العلمية للإبداع أننا ممكن نصور بالأنواع من التصوير المخ وتشوف حركة المخ أثناء الفكر وتشوف أن طريقة التفكير مختلفة أن التواصل العصبي أكثر أثناء التفكير بطريقة إبداعية في طرق أخرى ممكن نسويها من غير تصوير المخ قياس الحب والكره لأنواع الفنون ونلاقي أن الأشخاص اللي عندهم إبداع عالي بالذات بالفنون عندهم كره للأشياء البسيطة التقليدية أكثر ما عندهم حب للأشياء المميزة نعم فيكره التقليدي يكره البسيط الشخص اللي يكون عنده إبداع عالي هل يعني احتمالية اللي بقولها يعني ما أدري إذا هي صحيحة ولا لا هل كل شخص مبدع بالنهاية رح يوصل إلى درجة الهلوسة أنه تتسيطر على الأفكار السلبية أكثر يحس نفسه أنه ما هو قادر ينسجب بالمحيط اللي حوالينا يعني تكون النهاية يعني لا هذا المسجل يبقى يكون واضح فيه مثل ما قلت بالبداية مو كل مبدع عنده طراب نفسي وبالعكس أكثر المبدعين ما عندهم طراب نفسي أكثرهم؟ أكثرهم ما عندهم طراب نفسي لكن أكثر اللي عندهم الطراب وجداني ثنائي القطب مبدعين فالعلاقة مو نسميها بالإنجليزي يعني مو بالاتجاهين مو كل واحد مبدع عنده طراب نفسي لكن كثير من عندهم طراب نفسي من نوع طراب المزاج عندهم إبداع عالي بتكلم معك دكتور على دراسة يمكن أجرتها على مجموعة من الطلبة في سويد وشافوا أن الطلبة المتحلقين دراسيا هم أكثر الطلبة عرضة أنهم يكون عندهم أضعاف الإصابة وتقلبات المزاج من الطلبة النورمل أو المستواهم العادي وهذه مو أول دراسة من النوع كثير من الدراسات تثبت أن الناس اللي عندهم تحقيق أو يحققون درجات علمية عالية ممكن الطرابات المزاج تكون عندهم على أو القلق يكون عندهم على لازم نفكر أن كل هذا قاعد يصير داخل المخ والمخ عبارة عن ما نقدر نقول آلة لكن سيستم معقد جدا كلما كان السيستم معقد أكثر كلما اتصالات العصبية زادت كلما نسبة أنه يصير فيه خلل يصير أعلى أي ماشين تاخذه ويصير كومبلكس أو يكون معقد أكثر كلما ممكن يصير فيه خلل هنا ولهني لأنه عدد التواصلات أكثر فنفس الشيء المخ نعتقد أنه كلما زاد الاستعمال للمخ كلما تصير فيه فرصة أنه يصير فيه بريكداون أو يصير فيه مشكلة بالمخ وهذا أعتقد هي العلاقة يعني دكتورة هل هي الفترة الدراسية أو مرحلة الشخص يكون في مرحلة الدراسة تكون هذه أنسب مرحلة أن الشخص يعني يكتشف خصوصا لأولياء الأمور أو مثل للتربويين هنا يبين أقدر أعرف الشخص مبدع أو أمطر لما ينخرط في مجال العمل أو يصير بأي فترة بالعمر إذا نتكلم عن الفنون كثير منها تبدي من الطفولة والمراهقة يعني يتكلم عن الموسيقى أو الرسم أو الشعر وايد منها أو الكتابة وايد منها يبدي بالطفولة والمراهقة يبين أن الشخص مبدع لكن لا ننسى أن المسج لا يجب أن يكون عندك اطراب نفسي عشان يصير مبدع لا يجب أن يكون أن الناس تنولد بالإبداع لا طبعا الإبداع ممكن ينمى مع الوقت وممكن واحد عنده الموهبة وما تنمى ففيه دور للمجتمع وفيه دور لأولياء الأمور وفيه دور للمدارس دكتور محمد هل ممكن أن الشخص يكون طبيعي ما يعاني من أي أو ما بيقول ما يعاني إنه شخص عادي لكن بعد ما يصاب أو يشخص أنه مصاب بثناء القطب يعني يصير مبدع ويكبر هالجانب الإبداع عنده يبرز أكثر نشوف هذه وايد بالذات في مرحلة الهوس لكن اللي يصير في مرحلة الهوس في ثناء القطب اللي نقلنا هي عكس الاكتئاب بالضبط إنه ممكن الإبداع يكون مؤقت وبعدين يروح ولما الواحد يصير مكتئب مرة ثانية يعني مجرد في الحالة لمن هو يكون فيها مرحلة الهوس في بعض الناس وفي بعض الناس لا خلاص هو يصير موجود عنده على طول لكن ينتج أكثر ما يكون عنده هوس أبي أكون دقيق ما أبي أقول أن الشخص اللي عنده يقطب إذا عالجنا ووقفنا الهوس رح يروح الإبداع بالعكس التاريخ والدراسات تثبت إنه إذا قدرت تتعالج الشخص هذا بحيث أنه أنت تقدر تسيطر على تقلبة المزاج اللي عنده العاد عن طريق دوائي الترابط هنا يقطب يحتاج دواء ما ينفع بس العلاج النفسي الإنتاج على المدى الطويل يصير وايد أحسن لأنه لا ننسى أنه كل ما الواحد يدخل بهوس ممكن يدخل باكتئاب مرة ثانية فممكن ينتج على فترات تكسيرة لكن ما ينتج على المدى الطويل وأكبر مثال لهذا الشيء شاعر أمريكي اسمه روبرت لويل وتعالج لثنائي القطب ولقوا أنه إنتاج الشعري صار وايد أكثر بعد ما تعالج إذن هو كان يحس أنه إبداع أقل لكن لا على المدى الطويل إبداع أزاد لأنه كان يقدر ينتج على المدى الطويل مو بس بفترات الهوس يمكن دكتور محمد كان فيه مسلسل أمريكي يناقش هذا الموضوع وإلا هو مرض ثنائي القطب ويبين لك حالة الدكتور الذي كان شخصية هذا المسلسل ماهذا كان هو قاعد يعني under the medication العلاج وإذا وقف العلاج فكان نبين أنه في فترة لمنه يكون منتظم على العلاج مثل ما تفضلت يحس أنه أداء قل وعد أحسن فيوقف العلاج لفترة معينة عشان ينمي هالجانب الإبداع أي قل فيوقف العلاج فترة عشان يرد ينمي الجانب الإبداعي لكن هذا قاعد شكل خطورة على صحته طبعا وخطورة على قراراته بالذات بوظيفة مثل طبيب يعني إذا أنت الواحد لما يكون بحالة هوس أو حالة اكتئاب قد تكون القرارات إما اندفاعية أو فيها نوع من التشاؤم إذا كان بالاكتئاب فما رح تتخذ قرار مبني على رأي علمي على شيء مدروس على ركادة فلذلك ننصح أن الواحد اللي عنده طراب ثنائي قطور بيتعالج ويكون واضح مع الطبيب اللي عالجه أنه إذا حس أن الأدوية أو العلاج قاعد يأثر على أبداعه أنه ممكن تضبط الجرعة ويغير نوع الدوى ويغير نوع العلاج لكن العلاج مهم جدا لطراب ثنائي قطور هل ممكن الإبداع يشكل خطر على من يعاني الطرابات نفسية؟ لا بالعكس أو أنه ممكن يساعده؟ بالضبط يعني في رأي وأنا أتفق مع هذا الرأي أن تنمية الإبداع عند الشخص اللي عنده طراب مزاجي بالعكس يفرغ نوع من العاطفة سواء بالهوس أو بالاكتئاب بطريقة إيجابية بحيث أن الألم أو السعادة المفرطة يفرغ بالفن وما يفرغ بالقرارات اليومية اللي ممكن تكون اندفاعية دائما يشوف يمكن بعض الاستشارين النفسي والخصائي النفسيين ينصحون من يعاني من الطرابات نفسية أنا دائما يلقى له هواية ودائما يكون مثل ما تفضلت يلجأ مثلا للرسم للموسيقى أو للكتابة هل هذا أثبت علميا أنه فعلا ممكن يساعد أنه يخفف على الضغوط النفسية ويسهل علاجه؟ نعم والعجيب أنه كثير من علماء المسلمين أهمة اللي اكتشفوا هذا الشيء يعني يتكلم عن الرازي والفرابي تكلموا عن العلاج بالموسيقى للطرابات النفسية وهذا الشيء مثبت اليوم نعم أن العلاج بالموسيقى للشخص اللي عنده طراب مزاجي ممكن يفيد بالذات إذا هو يعشق الموسيقى أو شاطر بالموسيقى نعم يعني بالختام دكتور محمد إذا عندك أي تعليق لتبسيط الأمر في ربط الإبداع بالاضطراب النفسي أو الحالة النفسية اللي أريد أن يكون واضح فيه لأننا تكلمت بالموضوع هذا نعم نعم نتكلم عن المرض نتكلم عن الاضطرابات البسيطة مثل الضغوطات النفسية اليومية نصيحة لهم نعم نصيحة بالنسبة للضغوطات اليومية ليس للاضطرابات بالنفسية أن الواحد يحس النمط حياته يعني الواحد يكون عنده جدول نوم ثابت يكون عنده قصد من الرياضة اليومية أكل يكون صحي وأنه يحاول يكون إيجابي بشكل عام وفيه من الطرق الواحد يكون إيجابي فيها أنه يدون المشاكل اللي يحس فيها يوميا وخلاص يغلق المدونة هذه ويفكر بإيجابي باجي اليوم نعم نحسنا يعني مثل هذه النصيحة مفيدة لنا كلنا يعني بعيدا عن من يعاني من اضطرابات نفسية لكن كلنا معرضين لضغوط نفسي لضغوطات يومية وبعيد الشار نتمنى الجميع ما يعاني من أي اضطراب نفسي لكن مثل ما تفضلت جانب الإبداعي موجود فينا كلنا علينا بس نعرف وين لتفتح هذا الصندوق الصغير ونطلع كل الإبداع اللي داخلنا صحيح دائما أستمتع بوجودي معاك ولقائي وياك دكتور محمد السودان وإحناك معاك مشكورة حياك الله معاك ونتمنى لك إن شاء الله بداية تسبوع موفقة يا ربي بعيدا عن كل الضغوط يا ربي مشكورة